أهلا بيكو أنا فعلا سعيدة أنه النهاردة الجمهور المصري حيشوف هبة ويسمعها وطبعا أستاذ أسامة أنت ابن بلد من زمان يعني الله يخليك طوى نورتونا شكرا وشكرا مع هالاستقبال الرائع وأنا كمان كتير سعيدة أنه ما بعد كلها سنين عم نتقابل وعم يكون أمام شاشات جمهور المصري ليه تأخرت الزيارة يا جماعة؟ ليه تأخر اللي هنا على يعني 100 مليون؟ ليه تأخرتو ليه تأخرتو يا هبة ليه تأخرتو أستاذ أسامة؟ لأنه والشي للحق لازم أقول أنا أنه انشغلت هبة من 2015 وأنا وليها كنا كتير بباريس بفترة معينة وأنا بدأشكر أنه دائما التواصل مع حضرتي كان كل الوقت لنجرب أنه هبة تكون موجودة وصدفت هلأ أنه ظبطت الأشياء كما أنه دعينا كتير على مصر يعني بصراحة أكتر من 50 حفلة ولكن ما كان عمنا وقت عم نقدر نزبط نحن وكل الناس ودي أشكر هون دكتور هاني حسن المايسترو اللي أصر أنه نكون نحن موجودين هون وكان أول اتفاق تقريباً بأيار الماضي ما مش الحاسر هلأ وكمان أكيد صوت ميوزيك مع أستاذ محمود يوسف وهذا الهيك اللي قصر مع محمود يوسف ومع هاني حسن هلأينا مجمهور مصري؟ الاثنين متحمصة قوي قوي نفس الوقت كتير أكيد في مسؤولية لأنه أول مرة جمهور مصر بيشوفنا بحفلة لايف فأكيد دائماً مع كل عمل في رهبة وفي وهرة بس نفس الوقت في حماس كبير